اهلا بكم. طبعاً نشوف بص الفكر بقى الناس برة بتعمل عايزين نقلت يعني الحاجات الحلوة. نقلتش الحاجات الوحشة. بيعملوا افلام صغيرة او زي ما انتم شايفين كده مجموعة من الافلام صغيرة خالص عشان يعلمه الاطفال ويعلمه المراقين. لأ فايتة العمل الجماعي. بشكلها لطيف. افكارها لطيفة. وكلها فاني. وبتسبب اتباعها. اليوم الحوار ممتع مع ضيفة العزيز اللي بساعدني أكيد وبيبدع في حواره العلمي واحد من الناس اللي أنا بقولهم دائماً متشكرين على هذا الجهد وهذه الزيارات الرائعة لنقل الثقافة ضيفة العزيز الاسم المتميز واحد من سوبر السرازة المجال على مستوى الوطن العرب تحقيل أستاذ دكتور محمد الناجر أهلاً بك أهلاً بكتور محمد زيحة وحشكي خلص هي مكيور الحقيقة يعني اسم الحمد لله ماشاء الله الحمد لله وكيور حلوة أو اسم جميل اه يا علاج شفاء الحمد لله قبل ما دخل معك في العمل الجماعي اللي هيدخل معنا أو عندما دخل فيه فايدة التطور الكبير عايزك تكلمني عن الثقافة الناس حول أمراض الشرك وفاهم أعراضها انت عارف انت عارف احنا عندنا في مصر الأعراض متترجم ساعات غلط صحيح مية في المية الثقافة دي كانت يمكن في جزء من الأوقات معدومة بدأت الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني وبدأت الناس تاخد بالها من الأعراض اللي ممكن تظهر لها بدأت الناس تاخد بالها من هذا المجال يعني يمكن قبل كده الناس كانت تتكسف يعني اللي عنده مشكلة في الشرج أو المستقيم كان يتكسف ويحرج لما بدأت الناس تسمع وتاخد معلومات وتشوف ان في دكتور بيتكلم في الحكاية وبدأ لدكتور يبقى اثنين وثلاثة وعشرة بدأت تبقى في ثقافة بدأت الناس تعرف انه مش لازم نتكسف مش لازم يبقى عندنا خجل أبدا من ان احنا عندنا مشكلة في الشرج الشرج جزء من الجهاز الهضمي زي زي اي حتة في جسمنا اذا تعبنا لابد ان احنا نتعالج صح يعني الحمد لله بدأت الناس تاخد بالها من الاعراض هذا العلم او هذا الجزء من الجراحة جراحة الشرج والمستقيم من الاعراض متشابهة يعني لو واحد عنده هيمرويد لو واحد عنده بواسير اعراضه قريبة شوية من اللي عنده شرخ الشرج اعراضه قريبة شوية من اللي عنده نصور اعراضه قريبة بعض الشر على الناس كلها من اللي عنده سرطان مدخل المستقيم يعني هنا يجي دور الدكتور انه يقدر يفرق بين كل حاجة هنا يجي دور زي ما حالك كلمت من شوية فريق العمل فريق العمل ده مش بس ده كاترة ده كاترة وطاقم تمريد ومؤسسات وحاجات زي كده فريق العمل ده عبارة عن جراح وعبارة عن رجل بتاع باسولوجي يقدر يشوف اذا كان في حاجة فتشو ده ولا لا عبارة عن واحد تاع مناظير يقدر يهرين حاجات كويسة مهندس يقدر يشتخدم على اجهزة جديدة حقيقة ان فريق العمل ده زي ما حكتكلمت من شوية حاجة عظيمة جدا عن نفسي انا انا اتعلمت الحكاية دي انا اشتغلت شوية في ألمانيا في جامعة اسمها إليزابس كولن في كولن في ألمانيا اتعلمت احناك يعني ايه فريق عمل ان الجراح بيجي يشتغل العملية بتاعته حواليه عشرة بيساعدوه حواليه واحد بتاع تخدير شطر قوي حواليه واحد تاع مناظير شطر قوي حواليه ممرضة شطرة فاهمها هي بتعمل ايه مساعد شطر جدا بيوريه يعني قرار ما بقاش قرار فردي بقى قرار جماعي وفي الآخر كل ده بيروح ناحية المريض الحقيقي الاعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمت ناس للعرض يعني ناس تقلق امتى تعرف ان ده عندي كذا اه يعني خلينا اقول لك ان جنرال كده اذا كان عندنا مشكلة في الشرج والمستقيم هتتمحور حواليه خمس ستة اعراض اذا كان مريض عنده بليدنج بريكتب اذا كان مريض بينزف دم اذا كان الدم ده لونه احمر فريش كده يبقى جاي من القناشة رجية الصفلية او من الجزء الصفلي من الجهاز الهضمي مالحقش يقعد ولا يتجلط ولا يبقى لونه متغير ولا حاجة اذا كان الدم ده لونه مغير شوية اذا كان الدم ده متغلط اذا كان الدم ده لونه دارك ريت اذا بلو يبدأ يعلق شوية فبدأ ياخد وقت شوية على حد ما نزل بعد الشرر مثلا الناس اللي عندها كبد او حكا ازا كده يبقى الحاجز ما ملينا مثلا انه بينزل دم لونه اسود خالص يعني من اهم الاعراض اللي بنشوفها هو الدم اذا كان عندك دم بينزل من الشرج او المستقيم دي علامة خطر لانه قد يكون عندك بوسير شرجية مثلا بوسير هي اوعية متمددة حوالين الشرج زي الاوريدة اللي في ادينا دي لكن منفوخة شوية قد كده فيبقى جدارها رؤيا لما البراز يعدي وهو نزل من الشرج راجعي خابط فيها راجعي منزل نقطين ثلاثة دم لكن فيه حتة حلوة قوي في الحتة دي يقول لك الدم ده بييجي مع مع دخول الحمام ولو انت قاعد كده تلاقي دم منازل لانه يفرج كده الدم اللي ييجي مع دخول الحمام اثناء مرور الفضلات مية في المية بيبقى سببه حميد يعني مية في المية بوسير شرخ شرجي حاجزا كده لكن الدم اللي ملوش سبب يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجأة لا دم منازل من الكرن الشرجي احيانا مش عايزي برضو لخد الناس لكن احيان بيبقى اعراض لامراض دمها تقيل شوية زي السرطنات وحاجات زي كده فاول حاجة مريد ياخد باله منها الدم اذا كان بينزل دم من فتحة الشرج ده مش طبيعي ومش ده العادي ارجوك خلي الدكتور ياخد باله منك لانه مش ده العادي تاني حاجة القلم القلم اذا كان القلم مع دخول الحمام يعني واحد بيدخل حمام يجي له وجع شديد او حاجة اغلب الظن يبقى عنده شرخ شركي لان البواسير مرض غير مؤلم يعني لو واحد عنده بواسير عادية كده هل يتقلم؟ لأ ما يتقلمش ويكتبه في الكتب عليها اسمتوماتيك يعني ملهاش اعراض طب امتى بقى يبقى عنده بواسير وعمل يتوجع اذا حصل عليها بعض المضعفات زي التجلط مثلا فيسموها سرومبوست بايل بواسير متجلط او مثلا بيبدأ درجاتها تزيد من الدرجة التانية للتالتة فتبدأ حلس حاجة تخرج برا فيبقى بخنوقة شوية فيبقى متوجع لكن البواسير مبتوجعش يتوجع اذا حصل عليها بعض المضعفات وده علامة تستدعي النات ان الواحد ياخد باله اكتر غير الالم الافرازات اذا كان واحد عنده تشارج ربنا يخلقنا الحتة دي دراي يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فتحة الشارج ما يحسش ان فيه افرازات حشش ان فيه مية ما حشش ان فيه حاجات لونها أصفر ولا أغدر ولا كلام زي كده اذا فيه تشارج فيه حاجة مش مزبوطة نروح بقى ونيجي فيه التشارج ده نقول انه قد يكون سبب هو نصور شارج وده الاشعة يعني قد يكون سبب مش نشور خلاص بحاجة يسميها Gövs ممكن يبقى عندهjs واجع ودم وافرازات اللي عنده شارخ الشارجي ممكن يبقى عنده واجع ودم وافرازات اللي عنده نصور نفس الكلام اللي عنده بعدشار ورم خبيث داخل المستقيم ولا حاجة ممكن يبقى عنده نفس الكلام من يقدر يشخص الدكتور وشطارة التكنولوجيا الجديدة كان الزمان يعني معرفش الغاية دلوقتي موجود ولا لا كان الكلينيكال سينس في الاجزامانيشن اللي هو الفحص باستخدام الفينجرز اللي كان هو الأساس بالزبط هل مزال تموجود؟ الحية لا وده انتهى من ثلاث سنين من النهاردة لأنه اخترعوا حاجة اسمها بروكتو ستيشن يعني ايه بروكتو ستيشن؟ بروكتو من بروكتولوجي من علم أمراض الشرج بروكتو ستيشن يعني محطة كاملة أو طاور جامل جهاز عظيم جدا يمكن زو حجم كبير يعني وظيفته ايه بقى البروكتو ستيشن ده فيه ثلاث حاجات فيه حاجة اسمها اتش ار ايه هاي روزيليوشن انسكوب يعني منظر مش المنظر بقى اليدوي بتاع الزمان اللي كان لازم اللي هو ده بالزبط طاور كاملة جدا الحقيقة فيها منظر منظر ده هيخلينا ابص داخل الشرج مش هبص بعناي بقى ده انا هبص بالكاميرا اللي بيتمجنفاي كل حاجة اللي هتطلع الصورة على المونتور الكبير ده على الشاشة الكبيرة اللي عندك اللي متكبرة جدا لدرجة بقى انه بره يستخدموا البروكتو ستيشن ده في ايه بقى في الفحص المبكر عن سرطانات المستقيم يعني يعملوا روتين خلي بقى لك مع الحاجات الروتين بقى يعملوها كل سنتين تلاتة يخش يعمل البروكتو ستيشن ده الكاميرا بتبين اذا كان فيه انسجة بدأت لونها يتغير اذا كان فيه بوليبس اذا كان فيه زوائق جلدية او حاجة زي كده فبقى كل المرضى اللي يجو العيادات نعمل للهاي روزولوشن انسكوب اللي هو المنظار عن طريق الكاميرا اللي بالمناسبة لا يحتاج تخدير ولا فيه ألم ابدا لانه حاجة رفياعة جدا عفوا وكأن واحد بيحط سببوزاتوري او بياخد لبوسة او حاجة زي كده حاجة رفياع قوي بتخلينا وطبعا فيها ضوء عظيم جدا بتخلينا شوف كل حاجة جوا الشرج والمستقيم مع الهاي روزولوشن انسكوب او الاتشار ايه فيه اندو ايه الالترا ساوند سونار بقينا بنشوف بيه كل حاجة مستخبية ورا العضلات يعني لو واحد عنده وجهة واحنا مش عارفين وجهة ده من ايه قد يكون عنده خراج ديب سيتي دي يعني حاجة جوا قوي امر ما الجراح هيشوفها السونار يوريهننا ويورينا كوليكشن وكل حاجة غير الاتشار ايه وغير الالترا ساوند بقي فيه ان المانومتري اللي بيقيس قوة العضلات كل الامراض حوالين الشرج كلها مفاجر غير خوف واحد عند المرضى انه يحصل له عدم تحكم في البراز يروح يعمل بواسير ويقولك انا خايف يحصل لي عدم تحكم في البراز روح يعمل شرخ مع توسيع الشرج ويقولك انا خايف روح يعمل ناصور يترعب من عدم التحكم في البراز أولاً لذلك نعمل المرضى الاندومانومتري وهو فحص العضلات اللي بيورينا قوة العضلات قبل العملية وبعد العملية كمان هل البراكتوسكوب يسدف في التشخيص كل الأمراض؟ كل الأمراض؟ لأنه هو الفكرة أنه المريض حتى كمان يعني هقول لك على حاجة من الحاجات المشهورة قوي أن المريض يأتي لك العيادة يقول لك أنا روحت عند فلان الفلاني قال لي أنت عندك بواسير بس روحت عند واحد بعدي بيومين ثلاثة قال لي لا ده مش بواسير ده أنت عندك شرخ شركي وبعدين جيت لك ما هو خلي بالك سمع مليون رأي ومين صح ومين غلطة الصح هو هو اللي هيوريك اللي بيخلي المريض نفسه يشوف المريض نفسه بقى الفحص ده بيشوف المداخل ومحاول الشرج على المونتور هو من قبل ما تقول له أنت عندك كذا هو بيقول لك أنا شايف البوسير بتاعتي في الحتة الفلانية أنا شايف أن عندي شرخ الشرجي في الحتة الفلانية ولذلك أصبح يتعامل لكل المرضى بإجراء غير مؤلم لا يحتاج تقدير ولا أي حاجة الحقيقة يتعامل في دقيقتين تلاتة بيطلع بريبورت كامل متصور فيه حتى الحاجات اللي إحنا عملناها كمان بنقدر نكمبيري الريزلتس يعني عملنا حاجة الصورة دلوقتي بخدنا أدوية ولا عملنا حاجة زي كده ونقدر نقارن ما بين الصورة دلوقتي وبين الصورة بعد إسبوعين تلاتة من العلاج وصلنا لحد فين ما بين الاتنين يعني كلهم على درجة عالية جدا جدا من الكفاءة الحقيقة كل واحد بيعمل حتة هو شاطر فيها جدا زي ما قول حركة حتى البروتستيشن ده فيه دكتور مخصوص يبقى قاعد عشان أشطر مننا كلنا عشان يقدر يورينا الحاجات اللي إحنا منقدرش نشوفها لما ليجي نعمل العمليات يبقى فيه واحد شاطر قوي بيمسك المنظار واحد شاطر قوي مهندس طبي يبقى على أجهزة الليزر واحد شاطر قوي وهكذا يمكن فريق الطب اللي هي مكتور فيه 12 دكتور كلهم ناس أفاضل جدا وكلهم أشطر مني أنا حتى كمان كلهم يعني الحياة في ملتاح الشاطرة اللي في الدنيا لما نيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحالة ايه التكنولوجيا اللي قدمت يعني ازاي الليزر قدم حلول ازاي المناظير دخلت ايه التطور اللي حصل في المنطقتين دول نشوف احنا كانت الجراحات القديمة لمجال الشرج والمستقيم ده خلينا في الشرج كمان خصوصا يعني تعتمد على القطع عندك بوسير شيلها اعمل جرح مش مهم عندك شرخ شرجي شيل حواليه كده واخد كم غرزة مش مهم عندك نصور شرجي اقطع مش مهم صحيح كانت حاجات يمكن الاجيال احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر فيه تكنولوجيا عظيمة يعني الناس اللي قابلنا الأسادزة ناس أفاضل ويعني يعلمونا كل حاجة الحقيقة يعني وما زلنا يعني ينتشرهم فوق دمارك لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن فيه تكنولوجيا زيادة فيه مهندسين شطرين فيه شركات عظيمة فيه مصانع بالحاجات عظيمة فيه لازر قبل كده مكانش فيه فالناس يعني كده هتعمل ايه؟ لكن اللي اللي ناخده على الناس شوية انه خلاص بقى يعني بقى فيه حاجات جديدة البوسير اللي بكنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين ثلاثة يتعالج منه بقى تعمل في خمس دقايق مشكلة بنشاهدت في العلاج مشكلة كان بيعمل انه ده من الكراحات كانت مصر كلها بتعرف بزبط مغاب عنه شهرين بقى وراجل استسلم وبدأ يتكلم بزبط وكانت كل حتى الدراما والأفلام اللي حدينتوا تضحك على المرضى فيه فيلم جميل بتاع الفنان كمدي الظريف جدا يا سيز ايمن عمل مشهد رائع عن الموزير رهيب اه طبعا طبعا عمل موزير وتعامل يعني بكل ما ترجع هو ايمن مبدع الحيوة ده مخصيف ما ترجع على المشهد ده انتا مشهد طبي 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 وقال ان يعني في المستشفى خاص وعملها طب فيه مفيش مفيش كلينك لا مفيش هايوة لكن صعب جدا الطلبة اللي تدخلين هو بيعملوا ايكزامريش صعب ما احدش في امبي كنتا طبعا في المستشفى خاصوك يا جماعة هوت عملت بفانتازي اه الظبط لكن تخيل بقى كل الهم ده مبقاش موجود زي ما قولك كنا بنقطع البصير ابنا بنكويها فالمقورة انتهي كنا بنكوي حوالين نقطع حوالين الشرخ ابنا بنكوي فخلقتوات كنا لما المريض يبقى عنده الشرخ ضيق شوية عنده فانكشال سبازم لازم نقطع ال internal sphincter زمان بتنبانا نقطع و نعمل ريط الناس نشروعی کرتر لالاخر و النصور 고�ناء لازم نقطع و نخاف على العضلات و كنا نعمل فلاك عصر دالة اللائزر اللي هو tejا مشروعِ علاجي النصور اللي هو سيج ajinkerعش النصور بانخافش على العضلات سيجلبننا نقوي النصور بانخافش على العضلات دالت دقائم 300% عدار هذا هو تكنولوجيا عزيمة جدا لانه كمان الليزر واخد يمكن المينشير واخد ستين سبعين في المية من التكنولوجيا لكن هناك تكنولوجيا عظيمة جداً اسمها THD مثلاً تعتمد على أن الأوعية الدموية بتاعت البوسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى ما نعمل الليزر ولا حاجة هناك تكنولوجيا عظيمة جداً اسمها VAFT اللي هو المنزار اللي بيورينا مداخل النصور الشرجي أو حاجة ده مريض عنده بوسير مثلاً احنا دلوقتي بقالنا بنخش بالليزر كنا زمان نقطعها دلوقتي بقاناش بنقطع حاجة بقانا بندخل جوه البايلز ونحرقها بالشكل حاجة شايفو ده تنكمش وتروح تماماً من غير ما نعمل للمريض جرح ولا روء اريا ولا حاجة وبالفعل اذا كان المريض عنده بوسير زي دي تاني يوم يروح شغله والنصور عايزين يشوف النصور بالليزر ده مهم جداً اللي انت قلت دلوقتي ده اللي هو اسمه فيه لاك فيه لاك تختصر حاجة طويلة فيستولات تراك ليزر كلوجر فيستولات تراك ليزر كلوجر اللي احنا نقفله ده شيئة من الحاجات العظيمة قبل اللي هو الفافت اللي هو المنظار اللي بيدخل جوه النصور اللي ياما عادنا نحلم ان نفسنا نشوف جوه النصور ده هي بقنا بنشوف بقنا بندخل جوه التراك انا فاكر حالك قلت لي كلمة زمان الحقيقة وانت بتعرف نصور الشراجة ده سرداب ده حاجة زي السرداب سرداب ده اني حاجة مستخبية جوه محد شايف السرداب ده ما بقايه سرداب دلوقتي بقينا شايفينه بقينا عارفين الطريق فين شايفين التشعبات شايفين الول بتاعة التراك السرتاب هو نفق رفيع بالزبط السرتاب نفق رفيع بالزبط بقينا بقى جواه بقينا شايفين بقينا شايفين التيشو بتاعه يعني الحقيقة تقدم علمي عظيم جدا خصوصا في علاج النصول الشرج لانه اصبح نتائجه كمان هيلة قوي لما بنكمبين الفافت مع الليزر لما نحط المنزار جنب الليزر دي شركة امريكية اسمها ستورز دي شركة المانية اسمها باوليت اللي اتنين بقوا جنب بعض يعني الحقيقة يعملوا نتائج عظيمة جدا التكنولوجيا ملهاش اخر ابدا في علاج امراض الشرج والمستقيم وكل يوم بنلاقي حاجات تخلينا نبعد المريض عن اي اي حتة فيها خطر هي الفكرة زي ما بقولك ان الامراض دي زمان كان فيها خطورة في عملياتها الخطورة دي بقت زيرا يعني بقى المريض يعمل عملية واقول له انت مية في المية مش هيحصل مضاعفات الالم ما بعد العملية نقول لك المريض يتوجع يومين تلاتة وانا اقول له ده مش هتوجع في المريض يعمله يتوجع ساعتين تلاتة لكن ما فيهو الشكلام ابدا الم بيحصلش ابدا اللي احنا شوفنا دلوقتي ده ten المنظار اللي احنا بنشتغل به دلوقتي اللي هو بالزبط اللي احنا بنذخل به جوة اللي هو بيورينا المليهات الصغيرة اللي كان مستحيل لنتخيل او نحلم اللي احنا بتعينينا جوة جوة النصور الليزر اذا كان بيدخل meetings نشوف دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع النصور هيمشي في النصور ويحرقه من جوه بس مش شايفين بس مش شايفين بس مش شايفين بس ناسبة بتخيلة يعني في لك بالزبط بالزبط يعتمد على خبروتك انتلا يعني على الجراح هو بيسحب بالملي وحاجات ازا كده ده احنا دلوقتي بقى 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 نشوف واحنا بنحرق يعني خلي بقى لك اللي داخل دي هي القسطار بتاعت الليزر فبقى نشوفين وحنا داخلين لو في حتة انا مخدتش بالي منها وانا بحرقها يتباني قوي بقى في الكاميرا ان انت محرقتش كل حاجة فقط يكون ده سبب الارتجاع النصور فاخد بالك لازم تحرق الحتة دي تانا ازا كومبينيشن صعب مبين يعني كومبينيشن محتاج يعني عادي الليزر هو داخل كاميرا بالزبط ده ده تكنولوجيا الواحدة بالزبط فمش بس تكنولوجيا واحدة بقى ده انت وفرت المريض كل التكنولوجيا الف العالم ده ده حتك لك احنا كان عندنا خبير الماني الحقيقى من الشركة عن فعagner على فكره دول الشركة يعني دي س enjoys 또 focus and these countries ده تكنولو يحاربوا بعض كبلات بالضبط الوقات بيعملوا التعاون علمى على ارقام وهو ده قيمة الأبحاث العلمية وهو ده قيمة فعلاً يعني قيمة الإنسانية العلم بيقرب يعني مية في مية يعني بيفلوا بعض في الظبط أمريكا غير تدفني ألمانيا دلوقتي يبقى بنشتغل سوا يعني بيننا أنا بقدم أنا شاطر قوي في تصنيع المناظير في عمالت المنزار اللي هو الفافت وإنت شاطر قوي في تصنيع الاجتس الليزر فعملنا لحاجتين مع بعض اللي يخدم المريض أنا أقول لك إحنا كان عندنا قريب خبير كده بالألمانيا رجل انبهر بأنه هو جاي فاكر إننا بنستخدم الليزر فلما دخل وشاف الماشينز والأجهزة وشكل ذلك رجل انبهر إنه ما شافش في مكان إنك واخد كل حاجة حلوة من كل حتة يعني أكنك واخد التطور الأمريكي كله في شركة ستورز واخد التطور الألماني كله في شركة بوليتك واخد شركة إيطالي كله في تي اتش دي مثلا روك ستيشن مثلا يعني روك ستيشن ده بالمناسبة لأن أنا بحبه جد الحياء روك ستيشن ده واحد روك ستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعها بالضبط خلي بك هو واحد من أربع أجهزة في الوطن العربي ماشي الله يعني محطة التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبة وكانت بالمناسبة جامعة إن شمس هتشريه لكن المشاكل في الميزانية وحكا إذا كده وقف الموضوع عندهم عندنا في هيموكيور وموجود في دبي في مستشفى في دبي في مستشفى زولايخة وموجود في بلديج كبان جوة الوطن العربي أربعة جوة الوطن العربي في إيطاليا وفي ألمانيا منتشر شوية أجهزة بس أجهزة تشخيصية تشخيصية بس بتمش حاجة بتعليكش حاجة على فكرة دايماً بيبقى في مخلط الأجهزة التشخيصية بالضبط ما بيعليكش لأنه إنت بتعمل إيه يعني بصلا إيه أصرف يا عم على ليزر لأنه أنا هعمل بيه العملية بس ما نحش أخاصه بالضبط طيب إنت عارف المقارنة فين اتنين ده كاترة واحد شاف المريض اللي مدت ثواني وقال له أنت عندك بوصير وإحنا عدنا ربع ساعة نشخص المريض بالأجهزة والصور وكل حاجة وفي الآخر إحنا قلنا له أنه عندك بوصير صحيح لكن أنا متأكد هنا أنه ما عندهوش حاجة غير البوصير وهنا هو مش متأكد وخايف يكون عنده حاجة تانية أو حاجة يكتشفها جوه العملية أو حاجة دا جدا هي ده بقى قيمة التطور وقيمة أنك يعني بتسعى الحقيقة للحاجات الجديدة كلها أنت النهاردة أسعدتني ساعدتني الله يخليك والنهاردة فسحنا فسحة جميلة جدا صحيح في عالم يعني فسحة جميلة يعني النهاردة على فكرة الحوار كان بدون ترسيب إحنا النهاردة كنا هنقعد نتكلف البروكتوستيشن لقيت أن البروكتوستيشن ده يعني أسالة لعابي العلمي فإن أنا أشوف بقى إيه اللي ورا شخاص ناسي ماشي الليزر الليزر يعني أبهرنا قلنا لأ ندخل ورا الليزر نشوف فيه ايه تطلع كمان الطمع مش إننا نعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع لو الخيط لازل نشوف فيه لا ده أنا هشوفه بمنظر ده أنا بقيت شاطر قوي في الله نعم بجزه جدا والله كل تخصص يقولولي التخصص صحيح جدا والله أنا مباير يعني والله في الأسنان يا باشا والله أنا عارف بقيتها عدل عليهم وخدت على جاية يوبروك أنا عارف ده رواءهم في الأسنان رغم إنها كلان طب تانية غالص صحيح ضيف العزيزة بسوط دكتور محمد النجر استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو جمعية الأوروبية لجراحات الشرج وهو طبعا المؤسس لهيموكيور لعلاج وأمراض الشرج والمستقيم نورتني وشرفتني ومن أجمل الحاجات اللي أنا يعني روحك الجميلة احتزازك بفريق العمل ده مدرسة مهمة جدا صحيح لازم ننقلها لكل الجيل الصاعد بقى ورانا فريق أنت من غير فريق عملك صحيح بتبقى مضطرب مع فريق عملك حس بالأمان احتزازك بفريق عملك ده مهم جدا واختيارك له مش موضوع سهل ده موضوع عايز تركيز شديد جدا خليكم مع الناس الحلو